النادي الاهلي حتى هذه اللحظة اللي بكلم حراك فيها دي ابلغ ابلغ اتحاد الكرة انه مش هيشارك في كأس مصر بالمواعيد دي حتى هذه اللحظة النادي الاهلي بلغ اتحاد الكرة انه سيعتذر عن بطولة كأس مصر بهذه المواعيد ثلاثة مارسل كولر اصلا يرفض رفضا بدا انه اللعيبة الاساسية في الفريق تشارك في بطولة كأس مصر اذا ما قرر النادي الاهلي التراجع عن قراره والمشاركة في كأس مصر فهو رافض انه اللعيبة والقوام الاساسي للفريق يشارك في بطولة كأس مصر وطالب بضرورة اراحة اللعبين المهمين في الفريق علشان المنافسات الكثيرة في الموسم الجديد اذا الوضع ايه حاليا الوضع حاليا ببساطة كولر سافر خلاص اعتبره سافر بعد يوم الخميس بعد مباراة سبوحها سافر خلاص لبلاده اثنين النادي الاهلي حتى هذه اللحظة يرفض المشاركة في كأس مصر بالمواعيد الجديد حتى لو وصل الامر اللي اعتذر عن البطولة ثلاثة في حال تغير رأي النادي الاهلي اللي لسه ما ارسلوش بشكل رسمي لاتحاد الكرة وقال ان انا هلعب كأس مصر فهيكون بمجموعة من اللاعبين البودلاء او النشئين وليس بلعبين من القوام الاساسي اشتركوا في القناة